كيفك دنيز؟ كيفك سلام؟ من الاقتصاد والمنزين على التحقيق بموضوع ما جرى في الطيونة شو في معطيات جديدة؟ يعني وصلت كتم شديد تستمر التحقيقات في حديثة الطيونة لدى الجيش اللبناني وتتضارب المعلومات حول انتهاء هذه التحقيقات وتحويلها إلى المحكمة العسكرية كما أكد مصدر سياسي رفيع مقابل تأكيد مصدر مطلع على الملف أن التحقيقات لم تنتهي ونظراً لدقة الموضوع وحساسيته فإن تعليمات قائد الجيش هي بالتأني في التحقيق وقد علم أن عدد الموقفين بلغ عشرين من الطرفين ومن بينهم ثلاث سوريين وفي صفوف الموقفين أيضاً ممن ظهروا في الفيديوهات يطلقون النار بالقضائف والأسلحة الرشاشة في المقابل لاقى الناس في صفوف الموقفين من منطقة عين الرميني الذين لم تثبت عليهم تهمة القنص ولا أدلة حتى الآن يمكن أن يستند إليها المحققون لتثبيت فرضية القنص في المقابل التحقيقات الأولية كشفت أن عدداً من الضحايا ومن بينهم مريم فرحات التي أصيبت بالرصاص في منزلها أطلق النار عليها أو أصيبت برصاصة أتت من الجهة المقابلة بشكل عشوائي من قبل المسلحين الذين كانوا في طريق صيد القديم يطلقون النار بشكل عشوائي باتجاه المباني المحاذية لعين الرميني عدد الموقفين يمكن أن يتغير بحيث قد يتم في الساعات المقبلة إخلاء سبيل الذين ثبت أن لا علاقة لهم بالحادثة كما قد يتم توقيف متهمين جلد وكل ذلك رهن التحقيق وبحسب المعلومات فإن التحقيقات أظهرت حتى الآن لماذا يستغرق التحقيق أو السؤال لماذا يستغرق التحقيق كل هذا الوقت تجيب المصادر لأن الملف دقيق وحساس ويتطلب تحليل صور كاميرات المراقبة في كل المنطقة والاستماع إلى إفادات الموقفين وإفادات عناصر الجيش الذين كانوا على الأرض ومن بينهم أحد الضباط من فوج المغوير الذي أصيب بكسر في يده نتيجة تعرضه للحجارة التي كانت تتطاير بين المتظاهرين من جهة وأهالي عين الرميني لحظة دخولهم إلى الشارع المتفرع عن الشارع الرئيسي حيث كان مسار التظاهرة السؤال هل تصل التحقيقات ستصل إلى حقيقة ما حصل في الطيوني لابد أن ننتظر للإجابة عن هذا السؤال علما أن أهالي عين الرميني أعلنوا عن رفع دعوة ضد الأمين العام لحزب الله وكل من يظهروا التحقيق متورطا في الاعتداء على ممتلكاتهم وعلى أبنائهم كما أعلن رئيس بلدية لغبيري رفع دعوة ضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والموقفين ومن يظهرهم التحقيق متورطين في حادثة الطيوني وقد كان السيد نصر الله واضحا في كلامه الأخير عندما أكد على ضرورة أن تصل التحقيقات إلى نتائج جدية وإلا سيكون هناك تصرف آخر كما قال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر